اصدرت 25 منظمة حقوقية دولية من بينها منظمات تعمل في دول الاتحاد الأوروبي وأخرى تشغل صفة العضو بالمركز الاستشاري في الأمم المتحدة بيانا مشتركا أشدت فيه بالعفو الملكي السامي الذي أصدره جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعا وشمل 1584 من المحكومين في قضايا الشغب والقضايا الجنائية وأعرب المستشار عيسى العربي رئيس الاتحاد العربي لحقوق الإنسان عن تقدير المنظمات الدولية للعفو الملكي الذي أصدره جلالة الملك المعظم مشيدا بالنيابة عن المنظمات الدولية بالمرسوم الملكي وما يمثله من مبادئ وقيم سامية وتقليب للمصالح الوطنية العليا للبحرين وللمصالح الفضلة للمشمولين بالعفو الملكي وإتاحة الفرصة لمئات المحكومين لعادة الانخراط الإيجابي في المجتمع والمساهمة بفعالية في مسيرة البناء والتنمية وأشدت المنظمات الدولية بالتوجهات السديدة لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الخاصة بإعادة تأهيل وتدريب المشمولين بالعفو الملكي والعمل على إدماجهم في سوق العمل ترجمة نانسي قنقر